ومن اجتهد فأخطأ واجتهد بالفعل فله أجراً واحد هكذا يعلمنا ديننا على الأقل ومن أصاب فله أجراً إذن فقط في هذه النقطة باش ما نطولوشون لأنكم معارفين الذباب يدخل حتى ما بينصبع وضفور كما يقول المثل ويريد أن ينفخ في هذه الأشياء هؤلاء إخواننا وسيظلون إخواننا إنما في سلوك معين هنا أو هناك نتمنى أن يتبرأوا منه أو ينكرونه وينفونه وليس في ذلك أدنى شك وأيضاً من يشوف فيه أنا أي حاجة يقول لي تفضل قول هذه أنكر هذه إذا كان لازم فسأفعل إذا كان ضروري طبعاً مش الذباب الذباب حتى رأي مخرج له قالت بلي كونش غفار وظلت ظل كثير من الناس قريبين مني بما فيهم شقيقة لي قالت لي علش ما تسكتهم شو تخرج لهم ديبلوم قلت لي مش هنخرج لهم ديبلوم ولو ما نيش عارف يروحوا وين يروحوا لأن الهدف هم مش أنه هم عارفين والعصابات عارفتني ما كنت ديبلوماسي وكاين صور لذلك وكاين فيديوهات وكاين شهادات هم يريدوك أن كل مرة تجي تبدأ تبرأ في روحك في هذا أنا أرد على التفاهات هذه طبعاً لا أرد عليها وأحياناً حينما أرد على السفهاء وعلى التفاهات هذه فأي ليس لهم إنما هي الإخوان الذين لم يعرفونني إلا في الأشهر الماضية أمس كتبت لي سيدة من بين أنا طبعاً تصير رسائل كثيرة وذاكم كلكم واش كتب لي ثاني سيد يعني باش تعرفوا بل يعني أقرأ الرسائل للجميع قالت أنه الصورة التي كانت عندي عنك صورة مختلفة تماماً أنك إسلامي متطرف تدعو من يشعرف إلى ماذا ولكني فوجئت تحتمت نفسي مرة وسمعت لك مرة اثنين ثلاثة فوجئت أن الشخص ليس كما يصور لنا وأنا بالعكس يتقبل رأي الآخر ويتقبل لا فقلتنا بالفعل هذا هو أنا لكن رأى الزباب يدخل في الطريق إلى درجة قبل عشر سنوات داروا في جريدة شرور وجريدة ليبرتي كما تسمى داروا موضوع واحد كنا أنا ذاك حوالي مش عشر سنوات حوالي 14 سنة تقريباً أو 13 سنة كنا أنا ذاك رفضنا بقوة المصالحة المخادة عن تعبوتفليقة وكنت أنا مع 4 أو 5 من الأفاضل ووقعنا بيان نرفض فيه في المطلق مسخرات المصالحة كما كانوا يسمونها ففي ليبرتي كتبوا كان نص واحد مكتوب في الشروق وفي ليبرتي تقريباً نفسه نص واحد فقط في الأخير عند ليبرتي قدمتني بأنني إسلاميست أنتيغريست ديبلومات الدرجية مانيش عارفواش بهذا المعنى تقريباً وفي الشروق قدمونا على أساس أننا طيار الماني معادل للوطن ويتعاون مع الدول الخارجية إلى آخر بمعنى أنهم شافوا كل يعني قراءة الشروق هم عارفين هم معربين قراءة ليبرتي هم عارفين هم مفرنصين فكل واحد إجمالاً عطاولوش يحب يسمع ولذلك قد تجدني عند ليبرتي إسلاميست أنتيغريست ما نيش عارفواش وقد تجدني عند الشرور أو عند قناة صحيفة العار أني خمارجي أني كذا أني علماني متطرف وكل هذا لأنهم يريدون أن يخدعوا الناس يكذبون على الناس وهذه الرسالة التي أرسلتها السيدة هذه ليس هي أوحدة في الحقيقة لقيت منها مئات الرسال لكلها تقول أننا فوجئنا يعني فوجئنا في وهذا اللي كنتكلم من الطيار اللي هو تقدر تقول طيار العلماني الفرنكوفوني إلى آخر من الطيار أيضاً اللي هو ربما عروبي إسلامي كان كثيرين أيضاً فوجئوا من أنني في الحقيقة لا أنا إنسان مسلم وإنسان ما نشي أنتع خمر وإلى آخر كما يشيع عندهم بل أني لم أشرب الخمر مرة واحدة ولو مرة واحدة في حياتي نحن أمام آلة رهيبة أنتع خداع وأنتع كذب أنتع تزوير في الفيديوهات تزوير في الأقوال ينحلك كلمة منها نحلك كلمة منها يدير فيديو وكالبسطة أو اللي ما عرفوكش أول ما يقابلوا يقابلوا فيديو مزور أو مقال مزور وصلوا مرات إلى البي بي سي موجود مقال على البي بي سي حقين فيه محمد العربي زيتوت قبل هذه في 2011 أو في 2012 ينكر الثورة ويعتبرها خطأ وجايبين على أساس أنها ومقال طويل يعني وجايبينه من على أساس أنها في الصفحات الموقع نتعى البي بي سي بالعربية ولم يكن الموقع هذا كي تتكلم عني ولا أساس نحو الصورة بدلوا الكلام وخرجوا على أساس أنه هذا الكلام قلته وفي هذا هناك عشرات إذا ما قلتش مئات ما بين الفيديوهات والمقالات والتي تكذب على الأحيان ولذلك أنا مرات نرد فقط على إخواني اللي يتساءلوا أحيانا لأنه قبل ثلاثة أيام لما التقيت إخواننا في حركة بين اللي تلقيتهم قال لي رك مرات وكأنك ترد على الذباب من الأحسن لا تفعل قلت له لا أنا لا أرد على الذباب إطلاقا إنما أحيانا أشعر بأن الذين إخواننا الذين يتابعونني سواء كانوا صغارا وكبارا رجالا ونساء ما يعرفونيش ومن يرد إذن لازمنا نوضح خاصة لما الكذبة تنتشر وتتجه في اتجاهات كبيرة موسيقى